الخلاصة في هذا الأمر أنا مقدرة تشاسكت الحقيقة هل تعمد اتحاد كرة القدم إخفاء خطاب تنظيم نهائي دور الأبطال عن النادي الأهلي الإجابة كابتل وليد العطار قالها ولكن ما قلهاش ما عليش أنا آسف أن أنا حقول هذه الكلمة كابتل وليد العطار قالها وما قلهاش قال إنه آه إحنا تعمدنا إن إحنا نخفي هذا الخطاب ما قالوش طبعا بالكلام قال آه إحنا تعمدنا إن إحنا نخفي هذا الخطاب ولكن بطريقة زي ما إحنا المصيرين كده ما يجوا يقولك إيه إحنا قلنا لك بالطريقة هو قال إيه يعني إن أنا ما عايز الكابتل وليد وجهة نظري أنا معرفش يا صحيحة ولا لا دي وجهة نظر بقى اللي أنا بقوله ده وجهة نظر الكابتل وليد عايز يقول إن أنا معرفش حاجة واتحاد كرة القدم اللي موجود ده مالوش علاقة هو بيقول كده ولكن كل المعطيات اللي بتؤدي إلى النتائج بتقول أن كان هناك تعمد في إخفاء هذا الخطاب بدليل إنه هو لم يظهر إلي يوم 14 إبريل بعد إغلاق بقى بالتقدم لاستضافة المباراة النهائية وده مالوش غير تفسير واحد تفسير واحد فقط وهو منح فرق أخرى الفرصة والمساعدة في إحراز اللقب أنا مش حاضر أقول غير كده لحين ما يتم إثبات العكس لحين ما يتم إثبات العكس لو حضرتك قدرت تثبت لي إن كل الكلام اللي أنا بقوله ده هم بيستنوا يوم ولا يومين وبعدين بيطلعوا يردوا على هذه التصريحات أوكي ما عنديش مشكلة بيطلعوش يردوا عندي على فكرة لو كابتن وليد العطار لو كابتن وليد العطار المدير التنفيذي والمتحدث الرسم باسم اتحاد كرة القدم عايز يعمل مدخلة على قناة الأهلي ويرد على هذا الكلام اللي احنا بنسأله وبنقول على فكرة قد يكون عندي معلومة خطئة ممكن جدا يكون عندي معلومة خطئة أنا متأكد من اللي أنا بقوله أنا متأكد من اللي أنا بقوله زي موضوع الكابتن عصام عبد الفتاح لو تفتكروا كده من شهر قلتلكوا حصل كذا وكذا 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 بالأسماء وقلت الكابتن عصام يخش وطبعا ما دخلش أتمنى ان الكابتن وليد العطار اللي أنا بحترمه جدا زي ما بحترم الكابتن عصام يخش ويقول له الله إسلام لا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غلط أنا عندي واحد اتنين تلات اربعة هم دول الصح واللايحة بتاعت واحد اتنين تلات اربعة هتفضل حطها في وشي حطها في عناية ما عنديش مشكلة خالص هطلع أقول أنا آسف جدا يا كابتن وليد انتو ناس زي الفل في أكتر من كده على الهواء مباشرة من السوديوهاتنا هنا لو حضرتك يا كابتن وليد عايز تتفضل تشرفنا في البيت الكبير ما عنديش مشكلة برضو ليه لأنه أنا يعني أنا لا أقصد شيء بهذا الأمر غير إثبات شيء واحد فقط وهو أنا عايز أعرف هو الجواب ده اختفى عن تعمد ولا لا بس مين بقى اللي يثبت أنا أثبت كابتن وليد يثبت وزارة الشباب ورياضة تثبت أي حد يثبت أنا حفظة لأضغط لأنه جمهور النادي الأهلي يريد أن يعرف ويريد أن يعلم كل شيء حصل خلال الفترة السابقة اتغلبنا اتغلبنا ماشي فيش مشكلة عندنا عشرة مش هنحط في دماغنا عندنا عشرة بطولات نقدر أقدر أقول أي حاجة وأفتخر بفريقي وأنا كده كده بفتخر بفريقي على الحلوة والمرة معاه ولكن أنا حفظة لأضغط كل يوم عشان أعرف من هو الشخص أو من يريد في اتحاد كرة القدم من أول أصغر حد فيه الأكبر حد فيه وكلهم زي ما حضراتكم تعلموا وفي حد أقرب في مصر لي من محمد بركات وفي حد أقرب لي من حزم إمام وحد أقرب لي من حاج عام الحسين الناس دي إخواتي وأصدقائي وأعرفهم من قبل الكرة الحاجة عامر دي أنا أعرفهم من قبل الكرة حزم بركات زماية العمر زماية الغرفة واحدة في المنتخب وفي النقندية اللي هو حلم المشهور ده يعني عمر واسنين مع بعض أنا وهو عمر كبير واسنين أنا وهو مع بعض أستاذ خالد الدرندلي عمر واسنين مع بعض داخل النادي الأهلي طب يعني لكن أنا كل اللي أنا عايزه وكل اللي أنا أريده وجمهور النادي الأهلي عايزه هو نحن نعرف الحقيقة لماذا تم إخفاء هذا الجواب من يوم 9 يناير 19 يناير من يوم 19 يناير وحتى يوم 14 إبريل هو ده اللي أنا عايزه أعرفه حضرتك قلت يا كابتن وليد الكلام اللي أنا بقوله ده كله غلط أنا أديني الإثباتات اللي بتقول اللي أنا بقوله ده غلط هو السنغال ونيجيريا عندهم فريق يمكن اللي إحنا شفناه ده غلط يمكن دول مجموعة تانية غير المجموعات اللي إحنا شفناه أو فرق تانية غير الفرق اللي إحنا شفناه أتمنى آه يمكن يمكن معرفش مش عارف عموما لو كانت مش دي الحقيقة ما كانتش الدكتور ما كانتش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شكل لجنة قانونية عليا السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شكل لجنة قانونية عليا مش أنا اللي بقول وطلع بيان من الوزارة بهذا الكلام تضم المستشار طارق أبو زيد والمستشار محمد دياب والمستشار دياء الدرجلي إلى جانب مدير الشؤون القانونية بالوزارة ومدير الهيئات ومدير الرقابة والمعايير للتحقيق في ملف خطاب الكاف بشأن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا من هنا هنبتدي نحط خط من هنا هنبتدي نحط خط ونقول ننتظر ما هو قادم ولكن لو لم يتم أنا بتكلم على كابتل وليد العطار بتكلم على إخواتي وأصدقائي اللي موجودين في الاتحاد كلهم أتمنى أن يخرج أحد من اتحاد كرة القدم ويقول لنا الحقيقة أقول لها جماعة إحنا أخطأنا في واحد اتنين ثلاثة أو بقى أخطأناش كان عندنا لوائح بتقول كذا أو لوائح بتقول كذا أو كذا أو كذا أو إسلام اللي أخطأ ويجب أن يتم حسابه مثلا يعني ما عنديش مشكلة أن أنا تحاسد لو أخطأت في شيء ما عنديش مشكلة أن أنا تحاسد ما نشوف أنا شخصيا لن أسكت عن هذا الأمر مش أنا الوحدي قناة النادي الأهلي لن تسكت عن هذا الأمر جمهور النادي الأهلي اللي كان السبب الرئيسي في تحريك كل هذه الأمور خدوا بالكم جمهور الأهلي هو اللي حرك كل هذه الأمور كالعادة هو ده الجمهور المحترم الواعي اللي عرف وبيعمل إيه ونفسه في حاجة بس لماذا تم إخفاء هذا الخطاب بس من يوم 19 يناير لـ 14 إبريل حد يطلع يقول لنا أو لا عشان واحد اتنين ثلاثة وشكرا حننتظر حننتظر ومش حنسكت وحنفضل نقول ونتكلم في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر